الفرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح مرحبا وأهلا وسهلا أعزائي بالله في هذه الحلقة الجديدة والتي أردنا بإذن الله سبحانه وتعالى أن نوضح لكم الفروق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح أولا أعزائي صلاة الفجر كما نعلم هي صلاة الصبح لا فرق بين التسميتين وهي ركعتان مفروضتان وقال أو قيل أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين التين قبل الفجر فيخففهما حتى أقول هل قرأ فيهما بإم القرآن فبالتالي نستنتج أن صلاة الفجر وصلاة الصبح هي صلاة واحدة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر